السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين عزيزي المشاهدات نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وممتعة بعنوان مقدمة حول الأدب التركي الأدب التركي هو نصوص أدبية وكتابية كتبت باللغة التركية الحديثة وقد حدث تغيير جذري في اللغة التركية باعتناق الأتراك الإسلام اختلفت كذلك الأبجدية فبدأوا باستخدام الفارسية والعربية لتأثرهم بالإسلام اهتم الأتراك بالأعمال العثمانية التي كتبت بالأبجدية العربية في العهد العثماني وطبعوا الفكر الأدبي الذي تأثر بالأدب الفارسي خاصة أدب الديوان استمر الأدب الشفاهي لفترة طويلة في الآناظول حيث أن هناك بالفعل محو الأمية ولم يكن أدب الديوان منتشرا بين صحابي الثقافة الضئيلة يمتد تاريخ الأدب التركي الآناظولي إلى ما قبل 1500 عام تقريبا نجد أن أقدم الكتابات التركية المعروفة في القرن الثامن هي كتابات أرخون الموجودة في وادي نهر أرخون في وسط منغوليا كما أن المفردات والنصوص الأدبية التي قبلها الأتراك بعد دخولهم الإسلام هي تلك المتعلقة بنوع الأنساب مثل الفقه وتاريخ الأنبياء والأساطير التي بدأت بكتاب دادة قروقوت في القرن الخامس عشر بالإضافة إلى الرسائل والمناقب والتواريخ والملاحظات التي تعتبر أحد أشكال النثر أما عن الأدب الشعبي التركي فهو مستمر منذ العصور القديمة ويتعلق بموضوعات العشق وأذرع التكايا ووجدت أشكال متعددة للأدب الشعبي مثل الألغاز والملاحم والحكايات الخيالية والأساطير والقصص والأمثلة الشعبية والفقرات والتعبيرات والمسرحيات أيضا وقد وصل أدب التكايا إلى يومنا هذا عن طريق قوالب المناجاة والمولد النبوي الشريف والإلهيات والنعوت والتقوص وبعدها تطور الأدب الديواني إلى جانب الأدب الشعبي الذي يطلق عليه أيضا الأدب الكلاسيكي بانتشار الكتاب الروائي في الغرب بدأ الاتجاه نحو التأليف والترجمة في الأدب التركي بداية من عام 1800 يعد الأدب القومي هو النمط الأدبي الذي ساد في العصور الأولى في الجمهورية التركية وقد نشر الكتاب المجتمعون في مجلة أقلام الشباب في أعمالهم الأغاني الشعبية والوطنية وحروب التحرير وأيضا قاموا بنقض أدباء تيار ثروة فنون الأدبيات الجديدة الذين سبقوهم ومن أهم الأمثلة على كتاب هذا العصر يعقوب قدري قرة أثمان أغولو وخالدة أديب كما نعكس أيضا مظهر القومية في الأدب القومي على العصر الذي بعده في شكل الأدب الشعبوي وأدب الأناطونيين فقد أسست في هذه الفترة مجموعتين الهجائيين الخمسة وحامل المشاعل السبعة بعد ذلك قوية التيارات القروية والواقعية الاجتماعية بسبب تأثيرات الحرب السياسية وآثار الحرب العالمية الثانية أما أدب العشاق والتكاية فقد قوته بسبب تأثير الحادثة أما ثورة اللغة التي كانت من بعد الأدب الديواني جعلت اللغة التركية في المقدمة وتخلي عن العثمانية كنوع أدبي مع التيارات الأدبية المتغيرة ويحتوي الأدب التركي الحديث على جميع الأنواع الأدبية كالقصة القصيرة الروائية والنقد الأدبي والمقال الأدبي والشعر والمسرح وإن كانت آثار الحادثة موجودة بشكل عام فإن آثار ما بعد الحداثة تلاحظ بشكل كبير اليوم تهت حلقة اليوم وأتمنى أن تكون أفادتكم وأعجبتكم